والحقيقة إن إحنا عايزين نتكلم كمان مع حضرتك عن سيد مكاوي يعني سيد مكاوي محطة برضو ما تتعداش ويهمنا جداً إن الجيل الجديد يسمع الأغاني دي إن الناس دي غنت غنى وقالت كلام كمان في أغانيها ما يتفوتش وما يعدش بالضبط طبعاً سيد مكاوي أنا باعتبره علامة من علامات الموسيقى العربية بيجي في الترتيب بعد سيد درويش ومعد زكريه أحمد هو متكمل وأضاف الكثير جداً وكان حريص إنه هو يحط بصمة قوية قصة إنه هو ظهر في عصري كان فيه عمالقة كبار صانع البهجة طبعاً صانع البهجة سيد مكاوي صانع البهجة ده كان عنوان كتاب حضرتك أنا باعتبره واحد من أهم صناع البهجة في تاريخ الفن المصري واحد يفتكر وهو صغير كانت دايماً أو يمكن أنا كانوا دايماً العيلة عندي يقعدونا ويسمعونا الأغاني الحلوة دي وكأنهم بيعلمونا من الأغاني وده مهم جداً دور الأسرة إن أنا كمان أقدم دوت للأولاد إن أنا أسمعهم ده وكأنهم عايزين يعلمونا حاجة حلوة عايزين ينقلولنا رسالة حلوة عايزين يقولولنا حاجة حلوة اللي بيغني وطني فبيحببونا في بلدنا من أغنياته الوطنية واللي بيغني عن الحياة وعن الدنيا وعن الأخلاق وعن البهجة وعن الحب وسيد مكاوي متخصص في صناعة البهجة إن أنت تسمع الموسيقى سيد مكاوي بتحسي ببهجة بجد أنت مش عارفه مصدرها إيه لك إن هو بيبقى قاصد إنه هو يوصل ده للمستمع وصل إنه هو بيقدم السهل الممتنع الموسيقى اللي ممكن توصل لأي حد والأي طبقة والأي فئة من فئات المجتمع مش مجرد إنه هو بيلحن كلماته وخلاص لا سيد مكاوي قادر إنه هو فعلا يوصل للناس من خلال الموسيقى بتاعته الأمور البسيطة أو التفاصيل البسيطة قوي اللي هو بيعملها في الموسيقى بتخلي إن هي تخترق الوجدان وبتروح لأي حد سواء بقى طفل شاب رجل كبير السميع اللي هو عايز الطرب أو بيبحث عن الطرب هيلاقي بسهولة عند سيد مكاوي كمان الحقيقة إنه كمان يمكن ذكرى وفاة سيد مكاوي تدامنت مع ذكرى وفاة الشاعر الكبير صلاح جهيد طبعا صحيح؟ يعني ده كان في إبريل أعتقد بالضبط في إبريل كان في إبريل كلمني شوية عن الصدفة دي وذكرتها إزاي كلمت عنها إزاي في كتابك صانع البهجة سيد مكاوي بص هي الصدفة يعني لعبت معهم بالضور كبير جدا في حياتهم هما الاتنين من أول ما تعرفوا على بعض ورحلتهم بعد كده مع بعض اللي هما قدموها سواء في الكلمات الأغاني أو حتى صداقتهم بصوآة لبطية